هذه الحلقة برعاية أساسنس كريد أوريجنز على أكس بوكس 1 أنا ليس شخص أنا ليس شخص أنا ليس كريد نعم أنت هذا جمع قليلا 加入 كاس بلي قليلا أنت حسنا مرحبا أنت 준비 مرحبا أنت قليلا ومع انا برضو رواح المعاقل هلو الله شباب انا مسوي كاسبلاي الدبل صحا نيك انا كنت بروح لحاسا بس مرطت طيب قبل ان نروح فقرات البودكاست المحتاذ الاسبوع اللي راه كان عندنا فيديوين يس فيديوين في تقييمات او ما كان في تقييمات تقييمات لايش الفيديوين لا لا تقييمات العاب ايه نزل تكلمنا عنهم اساسنس كريد و ماريو طيب يمكن اساسس كريد لم تتكلمنا عنه الا قلت انا بيكون موجود لما تنزل الحلقة فازمد انه موجود موجود طيب حلو والفيديوهات اللي سويناه لسبب اللي راحش كانت اه في فيديو دستني سويته علعب دستني على البي سي ورات قوة الستين فريم اه وكان في فيديو احنا شيء وانت العب ماوس اه وكان في فيديو فورزا لك انتو لحمد الراشد اه يوم راح نسقنا في دووي اه في مضمار دوين طيب جميل جدا طيب فقرات البودكاست المعتادة عندنا أول شي بنبدأ فقرة ألعاب لعبناها وبعدين أخبار ألعاب وبنختم بفقرة هاشتاق الألعاب طيب حنا عندنا ألعاب جميلة جدا لعبناها لسبوع اللي راح أنا ودي صراحة تركي بحكم أن كنت لك فترة طويلة ما سمعنا منك شي نعم نعم وأنت قيمر يعني مخضر نعم منهم خضرهم كاجوالجامر لا لا مودي كامر مودي كامر ممكن تفعل حسب المودي مزاجي نعم نعم بضط نعم نعم وإذا لعبتها تلعبها صح نعم بس إذا عجبتني يعني مثلا زي Overwatch Overwatch ZZ فيها Destiny ZZ فيها نعم سعر Destiny طحت فيها طيحها أوو صرت خلاص معك في Destiny الحين Destiny fanboy بتلقاني ألبس تيشرتات Destiny كيف كيف بس عطني فرصة أتسور بس فرصة أتسور يا إخي شي جميل جدا يا إخي ليش تخبي من الشي هذا طيب مخبئ أنا سرحي لا بس يعني قاعد أقول نعم إيه ديستيني حقية رواح خلاص لا تده حقتنا كلنا دستيني رأعت حقتنا كلنا والله Star Wars أقرب شي الـ Star Wars يا إخي في الجيمز فمرة عجبتني لا بس أنت لا تنسى أن الجزء هذا فعلا كان أحسن من الأول أنا لم أجربت الأول أنا لم أجربت الجزء الأول فلا عندي أي خلفية على الموضوع لو طبيت على دستيني 2 لو طبيت على 1 في البدايات ما كان عجبتك زيل الحين والله؟ أو لو طبيت في الأولى في النهايات كان ممكن عجبتك أو أول طبيت في تايكين كينج يعني تغيرت مرة بين البداية دستيني و تايكين كينج إذا أول منزلت مرة دستيني 1 كان تلفيل جداً صعب جداً صعب كل حفظ اللعبة كانت فاضية فاضية يعني ما فيها محتوى كبير عموماً اللعبة اللي متكلم عنها اللي أنا بغي أسمع رائي كانها اللي هي Assassin's Creed Origins تغيرت Assassin's Creed يا جماعة مرة تغيرت Assassin's Creed يعني أنا متحمس على Assassin's Creed كنت على أساس أنه والله بين المايل ستونز حق الدستيني والسترس والريد وكذا أروح ألعب Assassin's Creed أريح شوي لأنه تتذكر Assassin's Creed اللي قبلها كان القيام بلي حقها يعني سهل صح أنها قيام مرة حلو والمكانيكس حقها مرة جميلة و القصة مرة جميلة بس لسة القيام سهلة كنت تتذكر مرة جميلة مرة جميلة مرة جميلة مرة جميلة مرة جميلة لديك يشترك هناك موطنة موطنة من خلال مدينة المكان المترجم للقناة المكان المترجم للغاية المكان المترجم للغاية و تبدأ تلعب باتمان يخاف فيه و لا أعلم و تتسرى واحد من هنا و تتسرى و تتسرى لذلك يأتي لك واحد بوسك و معه بروت الجحش و واحد صغير سريع لا تقوم بقيت باتما لأنه يقلل من دمه ثلاثة عربائية تكمل لعبه و لم تتسرى لك هذا السؤال اللي عندي هل فيه كاب لفل؟ فيه لفل كاب اي و انت كمل شوية رح تقدر تسوي اساسانية الناس أعلى منك بات حلو 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 فيصير موضوع أسهل فهذا يعني المشكلة هذه بداية القيم فقط طبعا الاداء رح يكثرون فهنا اللي اختل انه رح تصير تكتلهم بس انه فيها اداء اكثر رح يصير صعب انك تحط تسوي اساسانية لانه في كلهم قاعدين في زاوية و يطالعون في بعض بالنسبة لديك حركات جديدة لكن تاكتكيلي تصير أسهل تاكتكيلي لكن ما يمكنك فعله بضبط تاكتكيلي نعم 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 تاكتكيلي تاكتكيلي نعم 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 موضوع جميل جداً، موضوعاً تؤوّد كومبات كومبات، مرة صعبة تؤوّد بالموضوع لأنه أقلّبت دارك سولز أنا بأم موضوع دارك سولز يا أخي تؤوّد بالموضوع أعجبك على أساس أن ألاعب اللعب عندما كنت شباب في دارك سولز تعوّد بالموضوع عندما كانت أفضل أنت الآن، بالعكس، فرحلتني أتحمس أكثر أنت كدارك سولز فان، أتعجبك انا كنت متوقع بشيئ مثل أساس سكليد الذي قبلها و مثل باثمان مثلاً انت ازحف واحد في العالم تضغط بطن تذبح ثلاثة كذا عادي هنا لا تغالق التكتك اوكي لا هذا يضرب الى الان هذا يجب ان نستنى دارت سولزين حلو طيب انا ودي ألعبها صراحة بس ما نزلت على ستور في الأكس بوكس السعودي وفي نفس الوقت ممكن اجيبها من بره بس انه قاعد يقول خلها على الوان اكس وجيت قيت خلني يسوي بري أوردر بما انه ما بقى على شيء الوان اكس خلاص لقيته سولد اوت في كل مكان جريرو اكسرو كلهم شو سوي لماذا ما سويت بري أوردر لا بدري ما توقعت صراحة احسن شو حركة تسويها عشان تحصل الجهاز ايه تجي تناظر الكاميراكي وتقول مايكروسوفت تكفون 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 يعني غالبا احمد اذا ما طلب واحد سوى بري أوردر فيمكن انا اسيطر عليها قبلكم اشتريه ادفع فلوسه ما عندي مشكلة بس عموم ان انا متحمس صراحة للاكس بوكس وان اكس كل الفيديوهات اللي قاعد يشوفها انتجت الفاوندر قاعد تحمسني اكثر واكثر احس انه فعلا الجهاز يعني يستاحل والالحين فيه عروض في اكسترا وش يسموه كل محلات الاجزة المنزلية والتقنية نمسوين تخفيضات جبارة على الفوركي تيفيز امم واه خمسة ومسون بوصة الجي HDR 4K با الفين و ثلثمية ريال ايه احوال الفين اشير مرد تيفي T47 انش الجي 4k مع XBOC SE عون ايه XBOX1 SE احرام اني chamado ه umasياش حضر فليتش بس كتش يكون معك في الزيادة عشان تقدر تقضي كذلك عموماً اللعبة اللي بعدها هي لعبة سوبر لاكي تيل اللعبة هذي طلعتها من مايكروسوفت تبع مايكروسوفت تبع مايكروسوفت هي لعبة يعني المفروض انها بلاتفورمر زي ماريو زي اللعاب هذي ايه اقول اشبه بكراش كراش اكثر لانه في مراحل واجد كي تشبه كراش بس برضو في مراحل ثانية اقدر اقول تشبه بانجل كذوي على مشكل مصاغر خلق نقول طبعاً لعبتها اليومين اللي فاتت الظاهر مباركو حقها اليوم ان شاء الله اليوم ما عليك الظاهر ثاثة نوفمبر اليوم الظاهر نزلت ثاثة نوفمبر اشوفها في الستور وكذا احنا ثاثة في نوفمبر الحلقة ما رح تنزل الاربع نوفمبر ايه اكتباً ايه اكتباً زي ما اقول لك في مراحل تكون بانجل كذوي مصاغرة تدخل المرحلة في زي ميشن بسيط وتلعب ثري دي تحاول تخلص الميشن هذا وكذا تتغير شوية المرحلة يفتح لك مكان كذا وتخلصها هدف من ال او بداية اللعبة تدخل انت كذا فجأة في كتاب وفي الكتاب تصير لك المغامرة هذه مع شلة قطاء وزحفين وانت طبعاً وانت فاكس ايه 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 التجام انت ثالب والأعداء كطاوا ايه 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 ايت جمع دخل فور ليف كلافر كلافر ورقة شجر ورقة شجر ورقة شجر ورقة شجر كل المرحلة فيها 4 واحدة من الكوست واحدة سيكرت واحدة تجمع الحروف تجمع الحروف مثل دونكي كونغ لكنها لكي L-U-C-K-Y نسمحة دونكي طيب السؤال اللي طرح نفسه يعني احنا عارفين ولتوقيتها مره غلوب مره غلوب لكن خلي نقول اللعبة هل اللعبة كويسة حلوة ممتعة يعني ذا كنت منصف طبعا اللعبة انا خلصت فيها اول عالمين مره غلوب مره غلوب مره غلوب بس ما بتكرر شي جديد نقول انا شفت في تقييم طلعت ايوة ايوة شفت تقييم IGN نطينها خمسة من عشرة ناocation يمكن انكمل انت يمكن تصيرها انا ايوة يمكن اذا كملت صار طاقة اللعبة كلما تلاعب كلما تصير ايوت اينgh شوف هي فيها مشاكل يعني صار لي فيها صافت لاك في اللعبة دخلت في مكان ونشب تعرف فلان مش أحق النطة فما تقلت فنط ونشب بين ه من مكان أين صير يبدلها فالشين اللعبة توقع بس تحكم كويس ما شفت فيها اي مشكلة بلاتفورمر ليس جيدا وتراها ب 30 دولار كمان رخيصة يعني هي للناس اللي يبون يلعبون بلاتفورمر وما عندهم سويتش حالية أنا ممتاز جدا هذا اللي كنت بس لك يا يعني اللي ودي يلعب بلاتفورمر اللي ما عنده ماريو ما لا يعني إذا تبت العب بلاتفورمر يعني كويس انه تكون موجودة في مكتبة الأكس بوكس نعم ما هي بشي يعني تتحمس لهم أم نسلية على متى كريتك 67 اي لانه في مواقع اعطيتها ديستركتويد ما أعطينهم سبعين ديستركتويد نعم زي ما قلت لك طيب حلو بس انت لعبت ماريو لعبت ماريو كلنا اللي لعبنا ماريو لحظة بس كم عليش تذكر الحلقة اللي راحت كان فيه debate كان فيه argument بيني وبين أنا وأحمد الراشد انه كمية التغييرات التغييرات اللي موجودة التنويع اللي موجود أنا طبعاً كنت لعب شوية في اللعبة فأبغارف رايك هل هي كمية الأشياء طرق اللعبة اللي تختلف فيها التنويع اللي موجودة كل مكانة التنويع هل التنويع فيه لعبة ماريو قبل كان فيها تنويع أكثر انت خلص اللعبة؟ خلص اللعبة ايه يعني مو بكل الأقمار ايه طبعاً ما فيه أحد يخلصها بقبل لازم تخلص اللعبة عشان تقدر فيه تغيير كثير بس من الكلمتك أنت توقعت أكثر فممكن يعني أحمد معه هاق ما أعديتهم أنا بس أنه منح التنويع لأنك في كل مرحلة تروح لها يمكن عندك شكل جديد واحد اللي تقدر تاخده وما تستخدم اللي شوي بس لا ممكن ممكن ماريو غالكسي فيها أكثر ايه انت شرايك؟ انا ما نعبد غالكسي استناها تجي على السويتش ما في استناها تجي على السويتش أنا آسف بس بقول لكم يا شاب ما في مقارنة في كمية التنويع ما بين أي لعبة ماريو ثانية واللعبة هذي لازم نعد مو لازم تعد ما ما تقدر تعد أصلا لأنه في كل عالم انت زي ما قلت في أكثر ممكن واحدة وممكن أكثر من واحدة وممكن ثلاثة وممكن أربعة مرحلة أخيرة كان فيها ثلاثة بس ايوه ايوه بس هي الفكرة أنه حتى المراحل اللي جوه المرحل العالم في مراحل كذا تجيك في ميكانكس تختلف طريق اللعب يعني مثلا في شي مثلا لازم تستخدم في الورود مثلا وانت تجري لازم مع الورود في شي اللي تاخذ الوردة هذي تشبهها بحقة يوشي في غالكسي اللي يأكل النار ويمشي صحيح تشبه لها عندك برضو مثلا سالفة التو دي طبعا هذا اللي تقض على الجدار في عندك مثلا الماونتس مرة كثيرين اللي تركبهم اللي تتحولهم مرة كثيرين عندك اللي تطلع موية هذا اللي تطير في الموية عرفت اللي تدف موية هذا استخدمهم بأكثر من طريقة في أكثر من مرحلة يعني في مراحل اللي هي تجيك من جمب ثري دي بس من جمب هذي مثلا هذي موية من البايبسة أو المكان الأماكن تدخلها صحيح وتستخدمها برضو بانك انت لا تروح في أماكن ثانية البوسز في العالم نفسه وهذا بس الحال والفيلم هذا عندك السمكة مثلا عندك الشي اسمه جاكسي جاكسي مثلا جاكسي أنا من سانس على جاكسي جاكسي زي الدزة تدري خلصت نواع المونز بعدين ذكرت يا أخي أذكر يا أخي كان فيه شي تركة وهنا لأن فيه فيه واحد من المونز اللي تحتاجه أصلا وين فيه جاست دور 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 بعدين لقيتها أول مرة تطلع وبعدين يصير فيه زي الأماكن حقة التاكسي جاكسي جاكسي عندك برضو سالفة الطير هذاك اللي رجول طويلة عندك الطير أبو منقار هذاك أحلى واحد عندي أبو منقار أحلى واحد عندي أحلى شي عندي ما هو مونز؟ هناك كثير مونز مونز؟ مونز؟ لا يوجد لقيتها جاكسي تركبه لا يوجد لقيتها لا يوجد لقيتها كلاسيك كوبا هناك أشياء ما أريد أن أقول لها لأنه بعد ما تخلص اللعبة تخرج لكن عرفت اللي كده الإحساس اللي قال لي يعني ما فيه مقارنة أصلا في كمية التنويع طيب بأي لعبة ثانية هذه أخذت خلاصة كل ألعاب ماريو وألعاب لنتندو ثانية يعني أنا أشوف واحد من شباب واحد من شباب يقول بيكمن فيها شوية من بيكمن وصحيح فيها شوية من بيكمن فيها شوية من بيكمن فيها دبابات تركبها دباب تركبوا كمان موجود دباب يصبح هي مثلا أنا أحس ممكن أنها تكون نفس الكمية لأنه أنت ما عندك باوروبس في اللابة هذي فهذول الأشياء اللي أنت قاعد تتأخذهم بالقبعة هذول يباوروبس صاروا إيوه بس عندك عندك الراكت هذا الراكت اللي يضير برضو نفس الحكاية إيه عندك التنويع في الملابس كمان إيو 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 وهذا هي هما حطوا الملابس يبغون أنك تغير ملابسك وقالوا طيب أوكي أنت لما تاخد باوروب تغير تتغير ملابس ماريو دائما كلما تاخد باوروب فما أنا أريد أن نسوي هذا الشيء فنجد الراكت اللي يبغى بس نفس الوقت نجد الراكت الملابس موجودة فنجد سالفة كابي فتصبح أنت تمسك ناس وتتحول عليهم فهو بالضبط لأنها تلك كابي هي بدال الراكت الملابس فممكن تكون نفس الكمية إيو بس حتى التنويع أنا نتكلم عنه مثلا سالفة إنه كيف تلاقي الهدن مونز أو الأقمار المخفية مثلا يعني فيه واحدة من الحركات يضعون الكسورة في مكان إيو تغيرها وتطلبها لا 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 صورة اللي تصورها آآ اي اوكي صورة اللي تصورها أول كم واحدة سهلين مرة بعدين فيه شيء كي تطالع هذي فين هذي أصلا في اللعبة موجودة مستحيل الرسمة هذي ولا كتابة مثلا أعرفت هذي حق تكيب هذي وين ألقاه يعني مرة مستحيل تلاقيها هذي وكيف بتلاقيها يا أكيد إنها آنجل زاوية معينة في مكان معين ما عندك أي كلو وين المكان هذا ما شفت الصورة هذي أقولك السهبار السهبار لكن دويت مكتوب كيب كيب شفت هذي اي شفت هذي لا ما شفت الصورة نفسها بس ما ما عرفنا وين نحلها بصراحة في شيء غريب عرفت يعني تنويع تنويع ما ما يخلص في فوق تسعمية قمر اي تسعمية وتسين صحيح ما أدري كم بالضبط هو في ثمانمية وستة وثلاثين تلقاهم وبعدين فيه اللي تشتريهم ولي تأخذهم كذا يوصلون إلى فوق تسعمية صحيح صحيح طيب اشراك في اللعبة اشراك في اللعبة انا ما احب بلاتفومرز البلاتفومر الوحيد اللي يحبه ماريو فلبي حلوة جميلة بس بالنسبة لي لسه غالكسي 1 و 2 أحلى اي خنشوف حط غالكسي بعدين 64 بعدين هذه بعدين سانشان اوه اوك اي طيب ونت دبي شوف انا مرعبت ورا واحدة من الغالكسي بس يعني على وقتها طبعا بقولك سكتفار اوالشي بالنسبة لي بعدين تدي هذه هاي مشكلتها لما تلعب في البداية وبالكامبين او يعني القصة اللي في البداية تحسها ممرة يعني مساهلينها عشان الكاجوز يقدرون يخلصونها في كثير كاجوز بيلعبون اللعبة وبيخلصونها بس اول تخيص وخلاص بيتركونها ما راح جمعون كل المونوس هذا البارت من اللعبة هو اللي كان عادي طفشك طفشك حتى الباسس كان مره سهلين مره مره سهلين بس بعد هذا هنا يبدأ الابداع من نسبة لي بعد من تعدي هالمرحلة شوف هو الوزنية اللي سووها اللي تعال يا حقين الكاجول اللي اول مرة يدخلوا اللعبة اول اللي يبغوا اللعب سهلة تعالوا بتقدروا تلعبوا وتستمتعوا في اللعبة وتخلصوا اللعبة عادي وتعالي اللي مسويلي فيها قوي وورينا كيف تجيبها عديلي انت شوف اذا بديت تعدى 600 اذا بديت تعدى 400 ووريني كيف تقول اللعبة سهلة انا احمد عدى 600 احمد الراشد لانه قاعدين نتواصل كده نشوف كم لا 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 حتى هو حتى هو حتى هو حتى هو حتى هو حتى هو هيقول فيه اشياء صعبة انا عارف ان احمد ما شاء الله عليه اللي سوا في غالكسي كنت شوف اشياء قاعد يسويها كيف قاعد تسوي الاشياء هذه اشياء مره صعبة فيه فيه يصوروا يوتيوب فيديوز من كثر ما كانت صعبة الاماكن هذيك احمد كان يسويها ما شاء الله عليه فبرضو حتى الاحمد فيه اماكن صعبة ما هي سهلة مره يعني فيه ناس يجيبو لك مثل النجوم يتحدوا نفسهم يجيبوها بطريقة اصعب من الطريقة المفروض تأخذها بوقت طويل مثلا عرفت فهذه الحركات حق احمد الراشد موجودة طيب فيقدر يمارسها برضو على راعته على سالفة السهولة وما سهولة قاعدت العابها في البداية كل شوي تقولي بابا ما يعرفوش تسوي بابا وين اروح بابا مدري ايش صعبة مره صعبة بعدين قلت لها شيف شغل الاسيست مود شغلت الاسيست مود قاعدت اوكي وتشغله وتطفي وتشغله وتطفي على حسب اذا تعطلت ايه تشغله على طول وطبعا فيه غش يصير الاسيست مود انه يعطيك السكس هارتس ايه واذا اخدت الهارت الابوتاد تسعة كبير تصير تسعة لاحظة يستهيم باللقات الكلب يستهيب بالكوينز الكلب تحتوي على كثير لاحظة يقول ان الكلب الكوينز عادي مع كثير ومدريش جمع اكثر قدر ممكن من الكلب لا تبعثرها لا تحقرها اوه لا تستمر كل شيء لا تسمر كل شيء نعم لا اشتري كل شيء ايه لا تطنيشها مكن حسنا ١٠٢٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠ مع أني أنا واصل يا أخي لعبة حيوانة لعبة حيوانة ترى حتى بعد ما خلصتها قلت خليني الحين فرصة أني أبدأ ألعب شيء ثاني معاها بس أقول لنشخش زي الدزة أنني قادر أنا ألعبها إلى أكس بوكس ونكس لما أأتي إلى أكس بوكس ونكس ألعب شادو فور لأنني لم ألعب شادو فور وقعد أستنى الأكس عشان أشوفوا حتى أشوف أكس بوكس ونكس سنراهات الحقيقة حتى أرجع أتخل لإسانس كريد سنراهاتحها على أكس بوكس ونكس بس ما استمتعني بماريو وقال ليم ماريو طيب انت دبي ماذا رأيك أخر شيء؟ عن ماريو؟ مره رائعب الآن سيستم سيلر؟ بس سيستم سيلر ما «سيستم سيلر» زلدا سيستم سيلر دقيقة الحين الإغمارة اللي صار في ماريو رابطس و زلدة و ماريو و اوديسي و ماريو رابطس و زلدة و ماريو و اوديسي و على حسب يعني اذا انت حبس بلاتون ممكن و ارمز الليك في الفايتين جيمس فيه في لايبراري جميع صحيح انا امكن في شي ثاني اللي مواجبني في اوديسي هو انو حاطلك اكبار مرة كثيرة و كلها في كذا في منطقة واحدة و روح دور عليها انا احب نظام سكسي فور اللي تخش الصورة و يقولك اوكي هذي النجمة يلا روح دور عليها بعدين عندك لما تتخلصها تطلع و تخش مرة ثانية يقولك اوكي نجمة رقب اثنين و يكون تغير المكان شوي ف يلا روح جيبها يجبني النظام هذا اكثر من انك خش كذا و روح دور لانه في كثير تنعاد زي حقية الكوبة اللي قاعد يصيد سمك تنعاد كثير اي هذي ما استمتعت فيها حقية اللي يصيد سمك بس كانت صغيرة فانتوقع لا سيد الكبيرة الكبيرة تعطيك مون اي ما اعرفت لها اي هذي واحدة من الشغلات واللي في السباق سباق سهل سهل بس موجودة في كل مكان يعني مو في كل مكان في اكثر من منطقة اي ما في اشياء يعني متخلص اللعبة دبي اي اوكي اوكي اي اعني شايف بعد ما تخلص اللعبة تبدأ يعطوك الشيء زيادة هذي من ضمن الشيء انه في كل مرحلة في شيء مكرر يا سباق يا انك تكلم شخص معين يا انو ايش كمان بس خلاص عشان ما احرق بس انه في شئ تتكرر اي اي بس شوف السباق الحلو فيها أنه في منافسة يعني في البدايات كانت مرة سهلة بعدين فجأة كذا تشوفي اللي عن شكله ومش الدزة ذول بعملاتي نطات مو طبيعية اييي لا ما فيهم لتسوي عارف الباور أبس اللي عندك عارف الحركات اللي تقدر تسويها فيسوي شي هو كتل فيك فتحاول تدرك الموضوع السالفة لما تركب شا اسمه هذول الفطر كوبا كوبز كوبز كومبز كومبز تركبهم تركبهم هذا حتى مع أنها مكررة حلوة لأنهف كلRunكِ فيها لها مكتأجي مكان حسب المكان اللي أنتvous فيه إذا ابقذ تكرر شي دع Cerf اسمك هذه مرة راح مضعتي حقيت السمك بوكلبي نفس الشيh تنزل ثوث السمك الكبيرة يهتذ 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 واضغط يرفع الضغط صحيم ما هي مره حموما اللعبة مرة جبارة صراحة من يعني إذا مو أقوى لعبة في السنة فهي من أقوى لعبتين في السنة لأنه واضحة يعني بصراحة هم اللعبتين الكبار اللي بصراحة من شخصياً كل يوم أقوم الصباح أفكر أقول هذي جيمة أفتير ولا هذي جيمة أفتير اللي هي زلدة في Breath of the Wild ولا ماريو أودرسين أنا بنسبالي سهلة أنا بنسبالي سهلة بأيك أنا ما بوستعجر أبغاء أكمل شوي نحن قاعدين شوي لا يا شيخ اللي قلت واذا؟ وش يمكن قصد إذا سني 2 وش درجة يكهر؟ تخيّر أيضاً يمكنني أن أقول سبر لكي تأتي طيّر طيّر باللعب اللي بعد في شي تبتقروني ماريو أو خلاص؟ أكيد بنتكلم عنه سباة جاء بعد كمان؟ هناك شيء ممكن نضيح حلاص أتوقع أتوقع خلاص؟ طيب أكيد إي لأنه شف اللعبة فيها يعني خزال دي جلسنا 4 سابيع معلش ماريو بنجيس 4 سابيع لا لا الـ Gameplay Hours وعدد ساعات اللعب في زلده أكثر من ماريو نعم شيء الأخير أزود على سالفة مكان كبير وتخش كذا أعجبني في 6x4 أنه عندك 120 نجمة خلاص ليس 900 أعطيني عدد كذا قليل بس خليها أصعب أشعر أن النجمة تشعر أكثر نعم نعم فجأة كذا قامر 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 أجد خمسة وربعض كذا ما أحس بـ أوو يس هوت شيء يا حبيبي أنا عندي جنة بنت صغيرة كل مرة أخذ مون حديثة حديثة شكرا قاعد تحتفل معنا لكل مرضى وكل مون بس شب فيه ناس عجبتهم ذي وفيه ناس ما عجبتهم فأنت من الناس اللي ما عجبتهم تسوكي ذكرني بحقة أساسس كريد الفاذرز اللي جمعها لا 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 تصرخص الله لأنه هذه فيه أشياء شوف فيه فيه مون سهلة أي فيه مون سهلة وفيه مون صعبة وتحس أنه فعلا فيها صعوبة أنك تجيبها صح يعني سالفة أول شيء الدنجنز هذه أو المراحل اللي جوه البايبس اللي جوه العالم في كل واحدة فيها تراتو ومونس فيه واحدة سهلة أنك تجيبها وفيه واحدة لازم تفكر شوي لازم تتحدى نفسها عشان كذا القروش البنفسجية عجبتني لأنها هي مخبية وهي اللي دور عليها وتشتري فيها وتشتري فيها فتحس أنها مفيدة بس نفس الوقت أنها سهلة وفي مكان ثاني ومتخبية أما الأقمار تحس واحدة تكون جنب القروش البنفسجية واحدة مرة صعبة هناك فيه شغلة حلوة عجبتني كابي يساعدك ترى أشياء كثيرة يعني مثلا يساعدك في نكتلاقي مونس وبعض الأحيان يساعدك يقولك إذا رحت مكان وما فيه شيء يقولك ترى المكان هذا ما فيه ولا شيء اوه نايش ما مجأتني ذي لأنه أنسى من كثير الأشياء المراحل التي تدخلها جوه العالم فتنسى أنت ترجع مرة ثانية بعد تمسك خاطتك ترجع فيه عندك اللس حقه كثيرا اي بس أحيانا تدخل تشوف يمكن فيه كوينز يمكن يكون فيه أي شيء فتدخل يقولك ترى ما فيه ولا شيء هنا كل شيء يأخذناه رح بيتكم فتطلع ترجع مرة ثانية فهذه مرة حركة عجبتني طيب اللعبة اللي بعدها عندنا لعبة ساوث بارك فراكشرت بوت هول اي أنا مخلوق المشروخ ولكن الكامل ما جيت تكلمت عنها اي يا أخي رهيبة اللعبة رهيبة أطول من اللازم أطولها مناسب أطولها مناسب لا أطولها مناسب طبعاً قاعد نستنى الـ D.A.C أو في D.A.C أو في D.A.C اشوف مثلاً عندك شسمة سعد صفيان يقول مرة حلوة اللعبة وممتعة وكل شيء بس إنه المفروض إنها كانت أكثر لا بالعكس طرها كوي صديق في الأخير تحس إنه أه بين هنا الحين أه بين هنا الحين أه بين هنا الحين أه أوكي أنا هو اللي ما غطاه شيء اللي جرك شوي كم المرة بس لا لسه حلوة أنت قاعد تلعب توث بارك كأنك قاعد يعني قاعد تعيش المسلسل مدة كم كم كان مدتها 9 ساعات بس اللعبة يجي لأين في ساث بارك؟ 27 ساعات ماذا؟ 20 ساعات ساث بارك؟ ساث بارك؟ 15 ساعات 20 ساعات ماذا؟ 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 ثلاث ساعات؟ ماذا؟ الوهم اه إذا بدز مرة وما تسوي ولا سايد كوس نمكان عشر حدا عش ما هي بس حق الكاتس حق اي اي لا لا خمسة عشر شين ساعات؟ اوكي اي حس أنها أقصر مدلش موش الله لأنك مستمتع فيها مستمتع لأنك مستمتع كنت سجلتها طيب عشان نحطها في اليوتيوب يمكنك أن تكون راكورد تلقى عنده هين ساعات بس مو حاج ساعات كيف بالله طيب اللعبة؟ أخي اللعبة مرة رحيبة الرفرسيز كده كل شوي جايبين لك من سيزن معين من الهداك حق الهد شاطس حق بن ستايت أشياء سيزن 2 و 3 يعني أنت مرة متابع المسلسل جيدا كده إن كنت تفتح بس كده كلاوزت حق واحد من الكاركتر وتشوف الشياء تقول أع! 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 مرة رهيبة يا أخي تقييمي للعبة موجودة على الموقع نعم الأشياء اللي تستخدمها بمؤخرتك كويس كرد تقييمي بس سمعت نفحات الريح من المؤخرة فاردكور حسنًا يجب ان اتعلم كل ناسو اتكار لا لا ما عملت مادامك ما عرفت وش قصدي ما سوئتي ااه احاولت اروح الكندا بس مظل لا 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 يسكر كندا لا 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 اوفي كندا لا خلاص لا تحرق اي اين شر بدايت تحرقوني يا شبا انا اميعابه اسموقع جاي يعني شوف كندا لانا موجودة انت في الناب الاولى اي مو موجودة مشكلتك انك مع عبتل اي مو موجودة في الناب هل المشكلة عندنا لا هو في شي بعد ما تخلص اللي بدتسويه وانا سألته سويته وقال لي لا ما سويته ما قال لي ما ادري اي واذا ما يدري يعني انه لا خلقلك بعد الحلقة وش الشي ستر أكتبيني يقولك الحين خلاص خلاص بعدين بعد الحلقة ملازم الناس يشوفوا المشهد هذي يعني او يسمعوه عموما اللعبة اللعبة واضح انها حلوة مرة وممتعة اه كم تعطيها من عشرة اه بتعطيها ظناعي وش ما عندي لانك فان للعبة اه كم تعطيها طيب وش عيوب اللعبة طيب عيوبها عيوبها اه ما معمي ترى ما شو عيوبها حاليا ما فيها اي شي ربتسف اه الفايتنج لا بلأكس الفايتنج فيها اشياء يعني لانا تعتمد على المكان اللي انت توقف فيه نعم وتعتمد من اللي معاك برضو في البارتي في كاركتر اذا حطيتهم يعني من الجهتين للانيميز بتسوي كومبو زيادة يعني ضربت انبي على واحد من البلايرز الثانين البارتي هنا في سبير اذا صقع في واحد من البارتي حقك يسوي له دامج زيادة اوكي اذا صقع في البارتي حقك يصير للي يصقعه يصير له دامج زيادة اوكي ذلك حسن مضبوطة اكثر من كم ما اتحس نفسك كنه كنة قاعدة تلعب اي جيم RPG فجلت قغط اتاك تاك ما اتحل فيها لا 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 اعتبار بها لا 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 اعتبار بها انا اسوي وج اتاك وين الاتاك لنا في الأراض أقرض سلبيات حقه الرجال في تقييمنا لا للغاز عادي لغاز اللي في العالم مفتوح يعني انت قاعد تجمع شيئ على الطريق قاعد رقع الإخطاء صافتر مرة كويسين يعي و هذا موجود 8 بات كنده في الجزء ايها هاهاه قلتها من المفاجأة ما في كنده اه شكل هدي يصي شكل هدي يصي عموماً واضح أنه اللعبة مره متازة خاصاً للناس اللي يتابعوا المسلسل اللي ما يتابع المسلسل ما تنفعلهم اللي ما يتابع المسلسل مو بشرط تعجبه بس لا فيه فئة معينة ما راح تعجبه أبداً الناس اللي بي سي وما يتقبلون نوكت يعني سنو فليكس ما راح تعجبه سنو فليكس طيب عندي سؤال بس سريع ناوي يلعبها اسمعي إن شاء الله أسبوع الجاي مع الشاب بما أنه في عندكم انتناشنل بريك حق الكورة هذا ممتاز من لجلبه حسنا في أنتت مهمتر انتنجد ناوي ناوي حسنا حvals أخذ المسلسل خفيف 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 إماما خفيف قام بها اهه وصلت اه كيف اوصل في المكان هذا بدون ما يكون سيكون مكان مفتوح حال مفتوح اخلت حالة مفتوح في قبلت شخصية طبعا في مكان تدخلها عشان تطور شخصيتك لما تمشي شوي زيادة تلاقي اماكن كيف تلاقي غير السيف هاوسز تلاقي مكان ثاني تاخذ فيه تطوير ايه ايه احناك وصلت اوكي يعني ما خلصت المكان الاول لا المكان الاول ما خلص به ايه اي 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 انا نفسك ترا انا نفسك تقريبا بس تحس في المكان هذا اكلا اني طلعت شفتك السالفة الوقتوكي اي 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 ايه وكتوكي مرة مرة ياخن اللعب مرة رهيبة اخي اي 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 هذا ال الـ ال‌باكلاوك عندي مرة خرش مرة استذبائي عندي اساسون كريد عندي ايبل وثن عنددي فيه اشياء ثانية قد لا تذكرها الان ايبل وثن بالن ابي ارجع لها حتى أنا بس أنا حط لها هي الأولوية صراحةً حط لها الأولوية فأني أرجع لعبها أنا أرعبها الحين بس مشكلة أنه عندي مشكلة أنا صراحة لما أجي ألعب فيديو جيمز مؤخراً في البيت بناتي يجون يقعدون ما ينفع أيضاً فعرفت اللي كلمة أجي كي يقول ما ينفع لازلزم شغل ماري هدية يا شيخ أنا أنخرش واجد في اللعبة أصل أمشي شوي كده فجأة فيه تركي تحرك تاطاطاطاط هيا يخزم أسم والله خرج تواجد في اللعبة رحيم رحيم أحساس رزندي بالكديم للمرة موجود فيها يا أخي والله ولله اللعبة هذه هذه لا تفوتها عليك زيد زيد رزندي بالفوري؟ مطورة كثير مرة لأنه فيها شيء زي كده يا ربا فيها ملاسفاس برضو وفيها تعيش مشكلتي؟ المالي المالي غبي بالنسبة لي في اللعبة حاولت أضرب يعني ما أجبت الأولى أجي عند الأ... الأولى ما أجبت لا لا ما ألعبت الأولى ما ألعبت الأولى ما ألعبت الأولى الأولى أقلب كثير من الثاني أسلم؟ أنا ملعبت الأولى وملعب في اللعبة القصة منفاة ومش قاعد يقولوه صراحة بس أوكي أنا خايف مو مشكلة لا أشوف أسمع نصيحة بس شوف فيديو شوف فيديو بس عن قصة الجزء الأول يعني لشان تبدأ تفهم مش سهل فايا والمالي زي ما أقول لك المو تستخدم أكس أو سكينة يا أخي أقرب من الزومبيا مدري فاكتد مدري شو سمونا في اللعبة هذي أبي أسكع ما يسكع بعض مرات معاي يكون بعيد شوي ويجي يسكعني هو مالي لازم تفهم حركات الخصم كيف قاعد يتحرك ولي قهرني أنا قهرني إنه الفاس يخرب مو بزي يسكين ضربة واحدة لا مو ضربة واحدة الفاس اللي جاك شكل مرة خايص إذا تسوي ستالثكل أنا على طول يموت أو لا مو ستالثكل لما يجي هاجمني يسويها سافة السلثكل هذه جميلة صراحة حلوة اللي يعطي فيه ريوورد إنك أنت تسوي ستالث لأنه واحد حيوان أصلا وممكن يكون تراب زي زين اللي تكلمت عنها حالي فاتت حيوانات صار لي نفس بالله عليك دخلت نفس المكان عندني اقتارنا شو يا الله ممكن ماشي والله لجيبك وجه من المين ورقم قدامك الحيوانات يا خلاص لا طلع زد استاطا ليوم معك شدقا برضه ما في فاني خلاص صرحت فيه بس مرة حلوة لا مرة حلوة لازم لازم تلعبوها شباب والله لازم تلعبوها انت لقعد تلعب كل كنم ما قاعد تلعب ماريو و لا 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 أنا غير و رواح رواح ما شاء الله عليه إنسان دافور جداً مشغول جداً يقدر يضبط وقته نعم مشغول جداً أنا بكرة مداوم أنا كمان عندي داوم هذي بس كفاية كمنا أمس طالع ساعة ثمانة ونصر مكتب بكرة مداوم فأس الله يخليك لا تذهب هنا صح بكرة أسابت ليش أنت بتداوم عشان كذا يمدي عشان كذا يمدي هذي بقي هذي بقي هل أنتقل لفقرة أخبار العب؟ ها 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 أنا لا أصاب أنا لا أصابة أنا كريد اشتركوا في القناة مبيعات الكونسل للعبة ديستني 2 كانت من الديجتل الديجتل فهذا يبرك انه كيف الديجتل قاعد يتفوق انه الكونسومر تغير توجههم بدل الفيزيكة بدل الفيزيكة صاروا يشترون رقمي طيب والخبر اللي بعده سيزن فور لعبة فورانر راح يبدأ 14 نوفمبر و راح يضيفون شخصيتين جداد واحد مع الساموراي واحد مع الفايكينج ما ماتت اللعبة لا ما ماتت اللعبة اللي مع الساموراي اسمه اراموشا عنده سيفين كتانا واللي مع الفايكينج اسمه شامن و معه بلطة و خنجر بلطة ايش البلطة هاتشت اوكي طيب فعص صغير يعني فؤيس وهو من نوع الاساسين السريع اوكي عشان كده جات من بلطقي يمكن من البلطجي اوه من البلط شكرا زينة شكرا زينة باقي السرطة انه فيه اخيرا اعرف ليش بلطجي اسمه بلطجي اوكي حلو انه دائما يجي بالسلاح معه البلطة طبعا فيه خريتتين جداد والناس اللي عندهم سيزن باس ما يحتاجون يعني بيجيهم الهيروز الخرائط بلاش بدون سيزن باس واللي ما عنده سيزن باس يقدر يشتري الشخصيتين بسيلفر طب الحين السؤال اللي يطرح نفسه فيه ناس يلاعبون فورانر والله إذا لسه في التحديثات هذي اعتقد انه لسه فيه لانهما ايش قالوا قالوا ريمبو سيكس اول ما نزلناها ما كان فيها ارقام كثيرة بس زادت ارقام لما عطيناها سيزن فتلقى قاعدين يعمل نفسه شي مع فورانر بس اللي اختلف مع فورانر انه ما هي بشوتل فصعب اصلا تخش فيها لانها شي جديد فما ادري يعني هما قاعدين يحاولون انه يرجعونها بس سنين رح تعلم مثلا غوث ريكون ريمبو سيكس اتفهم بانه اذا كان فيه مازال الدعم مستمر بس فورانر احس انه هذا بالنسبة اليوبسوفت اعتقد انهم حاطين الانبسمنت هذا من قبل ان تنزل اللعبة الكلان هذا موجود لانه مثلا ريمبو سيكس كان لديهم بلان حق يرون وشافوا انه ضبط معهم سووا يرون عموما نشوف الله يوفقهم يعني اللعبة ما هي سيئة بس انه مقارنة بالالعاب الموجودة توقع ما هي من افضل خيارات طيب الخبر اللي بعده بوكيمون اولترا سن و اولترا مون رح يرجعون تيم راكت اسمهم تيم راكت و رح يرجع جيوفاني وكل الاعداء اللي كانوا موجودين و سيحطوا قسط كيفن سبيسي ماشتخل كيفن سبيسي راكت ماشاء الله عليك سلك سلك من قبل ما يعلن رجال بس خذوها حجة بحاجة نتفلكس يعني انشاء الناس ما تزعل بس كويس نتوقع يبيلها سيزن ستة لا هم وقفوا بروديكشن على سيزن ستة بعد سيزن ستة تاو ووقفوا بروديكشن بالله موعب عليهم مش دخل شو في الموضوع هذا ماريو دخل في الموضوع هو من اول بيوقفوا الشو ايش دخلوا في البودكاست هذا ايه برضو هذا شي ممكن نرجع للاخبار تقدرون تاخدنوا الاخبار هذه من البودكاست كرين كرو ممكن برضى يس ماريو اديسي أسرع سوبر ماريو جيم مبيعا ماريو اديسي أسرع سوبر ماريو جيم أكثر من 1.1 مليون من باع في أول خمسة أيام في أمريكا أيضا سوبر ماريو جيم أسرع لعبة سويتش تنبع بالله أسرع لعبة ماريو؟ ايه الألعاب هم عادة الألعاب والجهاز والجهاز خدمات سيئة ايه بس الجهاز إنه موجود معاك في كل مكان تقلت تلعب الألعاب الكويسة هذي في أي مكان اي اقري دائما اشوفك تلعب فيفا مبسوط على فيفا ذا العيام نعم اكتشف شي مره غبي في فيفا اي انا انبسط انا دائما اعجب فيفا على الاكس بوكس اول فما اقدر اصوي شير لما اجيب هدف حلو اكس بوكس شير حقه مره خايص لا مهو خايص الريكوردنج مره سهل شير مره سهل بس تبسوي لشير على تويتر وشير مره سهل لازم تدخل موقعهم وتسوي شير عن طريقة لا الا سوي ابلود لوندرايف بدا من وندرايف هذي واحد من الخيارات اي في اكثر من الخيار لا لا هذي الخيار لا فيه حقه وندرايف اي وفيه تقدر ترفعها على الشي اسمه اي ليش ما اقدر اصوي شير على تويتر وانتهى الموضوع اوما اني بقعد خلاص ماوي اي عجبتني حركة بلاستيشن كداش هي سهلة فمبسوط اني اقدر اسجل فيديو الحين في السويتش والميزة الجديدة اي اي فجبت صار لي شي غريب في الفيفا يجب نسجل لا يعمل على التحديث غريب لا لا طب هما تقفوا تحديث اخير لابدت موسيقى من ستوديو اسمه بلاستيك بلاتفورمر تجد تلعبها بالفي ار وفيه كمان علاب بلاستيش في في ار اه انتل دون رشف بلاد و بلاي لنك ذاتس يو والعاب على بي ستري ار تايب ديمانشن و راك دول كونغ فو فستس في بلاستيك و للفيتا دنجن بنكس و بروكن سورد 5 The Serpent's Curse فالعاب ما هي مرة حلوه و هي مرة حقية بلاستيشن بلاس الشهر هذا بس اعتقد انه اصلا اردي فيه علعاب ثانية تشتريها فما رح تلعب علعاب بلاستيشن بلاس طيب الخبر البعده عن بوب جي ايه تنزل على الاكس بوكس ون ما عاش ما عاش 2017 مش 13 13 ما فيه 2013 لا ايه قول قول ما فيش مشكلة قول الليلة 13 من سنة اه المخرق بيقول لي انه ما فيش سنة ما فيش شهر 13 انا انا فاهم تهي ليلة 13 من لي رهيبة الشخصية هالي رهيبة شو حقه كوميدي كوميدي اليهو الحدث اللي غطينا ايه الحدث وله arlithhaлив ايه حدث ولك اللي صارر اسفوع اللي راح وين صارر صارر في باريس واوووووووووو boiling صراد شوية مرة جميلة صراحتين واحمد الراشد راح وغطاه في الصناب كمان اللي ما سوى لنا متابعة في السناب حلو يا شباب حلو ما سوى لنا متابعة في السناب انت يعني وشكا تنتظر اذا عندك سناب برضو القبوة كنا مسوينا على السناب لسبوع ده بعد حق السويتش والله مين اللي سوى انا وروح صح عليكم يا شباب صدق ما دريت كو ترقاديني سووا فلو بس انا ما نتعلم ترقاديني لا والله كنت مرمى الشغول بسبب اللي راحش كيف النصف ما بين احمد كي يغطي المعتمر والمعتمر ايه انا هذا المستغل بانو كيف نزرفته صح عليكم صح فعلا كان عندنا السويل اللي راح جهاز كيفويل السويتش مع ماريو الظاهر مع ماريو ايه شكرا لتنتظر السعودية وبرضو الف مبروك اللي فاز وحظ أوفر اللي ما فاز طبعا فيه كمية فلوورز جو بالهبل هذا يعكس الاهتمام الناس في السويتش وفيه ميليز كثيرين بنات كثيرين مهتمين في السويتش الجهاز مع ماريو كذا صار مرة مغري طيب حلو نرجع لحدث بلاي سيشن في باريس ايش اسمه هو الحدث باريس جيمويك اسبوع اسبوع الالعاب في باريس نانو حتى ننتندو و اكس بوكس موجودين هناك بس ايه الوحيد اللي عنده يعني رفيز عنده فيلم ايه بلاي سيشن هما كانوا متواعدين ويقولك انه حيكون اكبر بكثير من الـ انه حيكون اي ثري ثاني بنسبة لنا ايه بس عموما خلينا نشوف الاخبار اول شي ايش اللي صار الالعاب الجديدة اللي اعلنوها ايه اللي ما قد اعلنوها من النابل اهم واحدة اللي هي Ghost of Tsushima ايه ساكر بنش ساكر بنش ايه ساكر بنش اللي يسوه انفمس بس اي ترس ساكر بنش بس شكله حلو اثق فيهم صراحة شغلهم دائم ممتاز ساكر بنش لناس اللي ما يارفون ان هما سوهوا انفمس 1 و 2 و انفمس ساكنسان على الـ PS4 فقاعدين يسوهن Ghost of Tsushima وهي لابا رجعونا للماضي عام 1274 في اليابان وانت ساموراي وانت ساموراي 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 وما شفنا جيم بلاي فما ادري اش ستكون الليبة تنطلط وماك سيف وتقتل ما عندي مشكلة اي شي سوهوه حكوه متاز اه لعبة ثانية اعلنوها اسمها Concrete Genie وهذي اللي عندك كذا انت زي وش سمون البروش بالعربي الفرشة فرشة فرشة فورشة ونحن هاتب تركب نار يحرق مكان يفتح لك الطريغ يعنى ترسل هل هو نظام الذي يتلخبط أي شي بعد انه يطلع لك روص ما لا لا فيه أشكال معينة تبعها هذا الشيağı رأيته في الفيديو فيها أشكال معينة تبع تحطها وتصوي منها هو يعني ماذا اقدر طفلما يطلع شكل هو هو مره عبيط لا ادري اذا لا أعني هم ان يكون هذا نوع مننا فيديو شاهدوا الفيديو كان شيء جميل حسنا، حسنا حسنا قواكا ميلي 2 هذه اللعبتها هذه لم تضعها في العرض الرئيسي، صح؟ لا، كانت في الـ Pre-Show في الـ Pre-Show، لم ترى قواكا ميلي 1، كانت جيدة كانت جميلة، لعبتها جميلة جاءتني في جولد الأكس باكس و بلاش، لعبتها عجبتني تلعبها كوب تذكر صجع عليها قبل لا تخرج والآن تلعبها 4 بلاير قواكا ميلي 2 هي 2D مترويدفينيا تروح ترجع و ميلي كومبات الكومبات مرحلو وكمان اعلنوا عن سبلانكي 2 سبلانكي 2 روغ لايك سبلانكي 2 روغ لايك سبلانكي روغ لايك ودامني سونا عليها سبيد رونز اي اخر HDQ كان موجود مطور اللعبة نفسها كده وفي شي سواق ما كتادر انك تكترسوا كده شكرا مطور اللعبة ما يدري يترانوا الزيارة حزاقين اي اي ارو شفنا داستيني 2 كيرسو واسايرس اي 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 انا اكيد اي اناقشيط اصلا طول الوقت اول ما هذا ابقوا على توتر كيرسو واسايرس دعنا نتحدث دعنا نتحدث أشراح أن أشراح أن تركيبها أعاد أقول له هو بسنجا تكأنك جاي بقى أس كريم يحبه هو جاي يحبه هو جاي يتعطي لك و لا أعطيه خطيه فالأكسماسي جيد اسمه كرسوف أوساريس سننزل في ديسمبر 5 أوساريس قد سمعت اسم هذا قد سمعت اسم هذا أوساريس في ديسمي 1 كان هناك ترايلي من أوساريس نعم نعم فجاء برادر فانس وقال لك وهو من أوساريس ولكن من أوساريس؟ أتمنى، أوساريس كم كنين؟ نعم فمن أوساريس؟ أوساريس هو هو أكوة المهار الأمين في الفانجر أقوة مهار الأمين في القبيلة نعم نعم هو الذي تجد أكورا و هو هو تدرّبها هو هو المعلم أو يوم كنوبإنس نعم هو هو المعلم برادر فانس نعم فهو تاوش مع الهجمال هذا قبل الإحداث لعب نعم لأنه كان يكون مكان زفالا كان هو يكون القائد للفانكارد تهوش مع سبيكر وسحب عليه وطبعاً سيدرس فيكس لأنه تهوش لأنه مرة يدرس فيكس بكثير فزي ما تشفت في التريلر كان موجود هو في كان موجود في أوسيرس في فولت فغلاس وهذا الريد حق دستيني ون حق فيكس فش ساير في كرسوف أوسيرس ساير نحن نذهب لأطارد ميركري لأنه أوسيرس هناك والفكس هناك والفكس هم معروفين الروبوت دولي بأنهم يتحكمون بالوقت يتلعون لك في المستقبل يرجونك من الهاء الماضي فأنت رح تتضارب مع فكس رح تتضارب مع فكس من أوقات مختلفة ممكن تتضارب مع فكس من زمان كانوا موجودين يختلف شكلهم يختلف شكلهم يختلف شكلهم يختلف شكلهم فالفكس موجودين في كل مكان في تايم شوية لحظة طيب يعني هذي إضافة جديدة نظر الريد يعني يصير يعتبر قالوا نيو رايد كونتنت وش معناتها هذي مانتة؟ تذهب إلى بلانت جديد وتذهب إلى طارد وفيه بترول جديد متة 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 ديسمبر خمسة تس Peregrine لديهم مشكلة سيني فأي وقت حبيبي أي وقت قبل تسرون من ماشرة تسرون من ماشرة تسرون من ماشرة تصبح للمشيون سيعلمين ماشرة سيعلمين في ديسمي 2 سيعلمين 30؟ بذلك قلت سرون من ماشرة هذه تحديثات المرحبة فيها كثيراً صراحةً وما أخروها يعني صح ليس صح ليس ديسمبر كنا قاعدين نقول حنا لازم يكون هناك شيء في ديسمبر لو أخروها ممكن ينسح بعض تعتبر الحين طفت الأجواء على ديسمبر لا يوجد أبريل ومارس في الكس مانتين الثاني طيب حلو، الخبر البعض طولنا مرة كثيراً مع ديسمبر ديترويت بكوم هيومن طولت وانت تتاكل ايس كريم مرز على ديسمبر ديترويت بكوم هيومن أوهي يبدو نظرة جديدة أنا لا أحب أعب ديفيد كيج لا أحب القصة لقد أريد رؤية لتتابع لذلك لذلك ثم أعجبني ترير لكن ترير هذا اكثر مرة أعجبني حين أخبرت نجيب اللعبة ترير كان لديك روبوت جديد اسمها كارا وتلعب بها و شخصت خاتم في بيت و البيت هذا في أب وبنت صغيرة و هذا الأب عنيف و يعينه أنه ي Junge وصرق عليها فأنت هذا الروبوت هل تتدخل ساعد البنت الصغيرة؟ فيه كي سيناريو هنا وفيه أصلاً ووروك أكثر من سيناريو وفيه أكثر من سيناريو كيف تتعامل والقصة أصلاً هو أنه السحيل عدد السيناريوز اللي طلعوا لك إياه أصلاً يعني اللي وروك إياه شيء واللي وروك إياه مرة كثير وكل واحد كده شوية دمعة كده هنا أعرفت والباك ستوري هو أصلاً أنه أنت دخلت وساعدت البنت قبل كده بس الأب تطقك وكسرك ووديك عشان تتصلح وتوقك جاي وانت ناسي ذاكرتك فيه فيه ساي فاي بضارة مديون مهار بلايد رونر الوضع بلايد رونر التريلر هذا ذكر واحد من الشباب جرب جرب اللعبة في Gamer's Day وشاف التريلر اللي قبل وقال ما راحش شاف التريلر هذا كذا عرفت اللي فجأة كذا لا 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 اللعبة هذي لم أعطيتها أبداً السناريو هذا أحلم أنه أحلم بكثير 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 الديمو ديمو كان ديمو تحسوا الجنال أنا شخصياً إلى المرحلة أريد أن أتفرج عليه خلاص خليك معي والله أنا مرت حمسان أصلاً كل اللعب كونتك دريمز مرت عجبني إذا فأنت أصلاً أجل نعم أجل سبب سبب شكراً مات ما راح موسيقى لابد بناء المسهد الهونگ كونغ هي موسيقى حسنا هذه اللعبة تشبه Hotline Miami تصمرب بشري بخيف حمزة ادريس هذا ليس حمزة ادريس أعلم هذا هنا اخت unserenبot 꼭 satu game إغنس راح تنزل في ديسمبر بإضافة فان فانسيخ مدري كذا حس انه ما يعني اذا اخذت فوق تسعة ممكن افكر في الموضوع ابدأ ادور اقرأ وكذا لا لا اتأكد انه تستاهل طفيت من فان فانسيخ خلاص قعدة فور ورانا الترايلر جديد وقامتها شوية جديد وقالوا بتنزل قصة التالية قصة التالية قصة التالية قصة التالية قصة تنزل dump coins لا أنا ما أتكلم بيزنس وايز أتكلم مستهلك وايز مستهلك ربع الأول خلنا نتكلم بيزنس وايز يعني نفكر فيها منطقيا لازم ينزلونها قبل نهاية السنة نعم يعني تشو الانفسترز أنه عندنا أي قسك السنة المالية يعني ربع الأول ممكن فتوقع مارش مارش فبوري ممكن فبراير زي هرايزن ممكن مارش لا فبراير رولدي عندهم ألعاب ينزلونها الربع الأول إلى يعتبر الرavin الرابع من نجم سنة المالي أه سنفاول ممكنا ألف بس لعبتين مرأ مختلفتين عن بعض بس برضو مارس مات أين تنتخي نفسك مارس مارحي مو بزيبعة في نتحت الفوالد فتلك هؤلينé شو tienen أول مر إمارهم في ناس ما عنده يدفع ستين دولار فالشهر على اللعبة كيف إيكس اللعبة الثانية؟ مر انتوقعها في مارت مار متى نعم أعلم هذا العالم في مارتش ممكن ندخل مجال العباطي طيب اللعبة اللي بعدها The Last of Us Part 2 شفنا تريلر تريلر اللي تشوفوا تقول موش اللعبة موش قاعد يصير هنا أصب من بدايتها كده كحسيت انها تحس انه The Last of Us أول ثاني أول ثاني أي دايس قان أي دايس قان أعرف وكان بس الكواليتي أفخم من دايس قان كان وحشي 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 جدا وحشي جدا استغربت أنه كان مشهد التمثيل اللي فيه أصلا يا أستاذي انتبروها لئس قانتبا لئس قانتبا فلنسح Іtycznie ليس قانتبا حرام عليك لا لأنه الرجال قال لي عنا قابل لاستة طريق سووا تريلر المشهد اللي سووا فيه تمثيل وفيه إخراج مو طبيعي مو طبيعي hormones طريق بانت قروشته داري إنها缸 bias بس يخي موضوع فيه ناس طلعوا يقولك إنه ضد المرءة والعنب ضد المرأة هذا ذوله screws ما قلت في بداية حقا سنوفلكس لا انا ما قلت هذا الشيء انا قلت انه كان جدا وحشي وكان جدا وحشي نعم لا فيه ناس يتكلموا على موضوع انه انفد المرات كلهم حريمي تتقوم في بعض نعم فما فيه طيب لو رجال انضرب طيب كان نقول والله يخين لو كان فيه رساح رجال اي 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 لا 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 هو هذول مجرمين اللي قاعدين مثلوك شخصي انا قلت ايش عن انا قلت انه كان جدا وحشي فقط انه ليش هخلي الوحشي هذا الكليب مو في على السيج ايه المفروض ياس حطوه في اليوتيوب وليشي زي كده انه فيه ورنينج على الاقل ايه كم مرة تروا ايه صحيم صحيم بس شكل اللعبة مرة جميلة ما قالونا ريليس ديت ولا قالونا ايشي شكرا ما فيه مشكلة اخذوه وقتهم لا فيه مشكلة لا اخذوه وقتهم يا حرام عليك بس شوف هي مبدئيا اتوقع لنه 18 نهاية 18 لا نهاية 18 نهاية 18 نهاية 18 ما ادري بس ما يبغي يتزمي بداية الفين 18 بداية الفين 18 بداية الفين 18 بداية الفين 18 كذي مارش ماذا يكون عنده ونهاية السنة بسبايدر مان بس بسبايدر مان وبقى حين ونش عنده هون طيب اوكي منستر هونتر وولد اللابة ثانية وورونا ديالسي حق هورايزن تلعب اي لوي ايه صحيح معك الروبوت صغير خلو الحركة ايه 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 الروبوت صغير بس بتيجى البلاستيشن بس على البلاستيشن بس على البلاستيشن ما رح تلعب فيها الاكس بوكس او بيسوكس اي طبعا شخصيتهم ايه كذا تعرف الواتشر صغير كذا معها ايه ايه افراض يحطن مسرد شير في الاكس بوكس ايه 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 صدق ممكن ورضو ايه ايه وعندنا كمان شادو افذة خلاصس شادو فذة خلاصس ايه بتنزل في نفس شهر دترويت ايش اسمه بالعربي ايه ايش اسمه ايه في ضلال العمالقة في ضلال العمالقة ايه 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 الاتقصة في مراتك ال sauce ايه اسمه 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 لا انه اسمه ايه اسمه 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 النعودة أخير لأيضها أعرف إن كان Mel's Morales المتدخل أغير السمي في العالم الأخرى نعم فاديمال جزيد لكن في العالم الأخرى حسنا لكن الشكل اللعبة مرة جميل صح شيء مرة جميل شكل مرة جميل من الألعاب التي فعلها واحدة سنها لأن المطور الذي يعمل باتمان سنست اووردرايف سنست اووردرايف محاولة راتشت ان كرانك تقريبا أنت تقريبا لا لا نفهم أنت تقريبا هل هناك لعبة كبيرة مرة نBR محاولة هل قاموا بأسر preliminary نعم اتتتتت بتقريبا ما هي بأسر تقريبا الألعاب وارب نعم في سترياتي هايلو ريبوف نعم سنسوة سوف الرايف نعم فيوز داكرو فيوز نعم سبايرو نعم سبايرو اشت اسمه؟ هوه اشت اسمه هو؟ حق هارايزن اشت اسمه؟ فروزن وايد فروزن وايد شو ورّونا شوى منا أمنا اي بس يعني هذي كلاشيئ ورّونا اياها في 3 منا مابول؟ نفسه المقطع؟ لا لا مو نفس المقطع شوناه اناميز واشيئة زي كده جداد ظاهر ما عرف الله اوكي ما ادري احسن تلي شوف انا ممكن ألعب الإضافة بس ما ابغى أشوف التريلر حقها يعني اوكي عن فروزن ويالدز تنزل نوفمبر نوفمبر السابع ويقولون مدتها 15 ساعة نايف تساهل يعني طيب في شي ثاني عن الحدث لا ما رأيكم فيه قوصة سوشيما هو الشي الوحيد اللي شفته اللي الجديد باقي الاشياء هي نفسها اللي شفناها وكمان بدون يعني تواريخ قاطفور لسا بدون تاريخ تذكرت الحدث اللي سووا اكس بوكس اخر واحد اش كان اللي سووا له هايب وبعدين طلع عادي فالعالم قلبوا عليهم اللي قبل E3 اللي قبل E3 بعد E3 ما سوء الا اكس بوكس سووا شي اذا سووا شي بعد E3 انا ماني قدر اتذكره لدرجة انه كان بربع اللي سووا له هايب مرة كبير وبعدين طلع ابوكلب ما في شي نفس الشي هذا صار قبل فترة عموما هذا انا كنت توقعت انه سوني اذا سووا هايب لشي غالبا بس انه المرة هذه ما ما حسيت انهم قدموا شي جديد كليان يعني عاتل حت العاب الجديد اللي حطوها قواكا ميلة اس بيلانكي كلها جاي على اجهزة ثانية ما هي بكسوسو طيب كده يكون وصلنا الاخر خبر عندنا لفقرة خبار العام ننتقل لفقرة هاشتاغ العاب واول مشاركة عندنا من تيم رو او هيل نايف يقول يا رواح نسوي هاشتاغ تيم رو ظهر في شي في الرو يمكن ما هدري يمكن رو فيه ألف وحاق ما موجودة ممكن تصدق ممكن خلنتأكد نشوف لا تيم رو مصارع ايه قول كده طيب عموما يقول يا رواح اندي سؤال لك هل اشري ديستيني على الاكس بوكس او لا على البي اس فور ايش نصحني على ابني ايه بعد ما لعبت على البي سي وروح شفت الاف بي اس ستين فرايم قعدت كده افكر قلتوش اهم لازم اقنع اخوياي كلهم نميجون ايه طيب البراغرس حقك كله هذاك لازم تعيده من البداية اهم شي اف بي اس فرينز بر سيكند مو فرايمز بر سيكند اهم شي اهم شي اصحاب فان دعيني على الاكس باكس بقس لان احنا هل هناك اخويا ليس احنا نحنا هل هناك اخويا طايب عزوزي قول السلام عليكم توقعاتكم هل تتفوق اوان اخوياك اوان اخوياك اوان اخوياك روح لقيد لان هناك اسخف 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 اوان اتدار لك كلان اكتب اللي يدورون الناس يلعبوا معاهم صحيح في ناس نسوين كمينيتيز ديسكورد تلقي يعني حلو طيب عزوز يقول لتوقعاتكم هل تتفوق كورف دوتي على ديسيني بالتقييم و ها صر صديقكم ولا ولو سمحت يا رواح لا تعصر هل من يفاهم الشي القصة ممكن تشرح للقصة يا رواح ما أدريش القصة أنا بعد فما أنت صديق لما يحتاج بدون أي شي يعني إلا إذا سويت جرية و احنا ما ندري فاهم ايه صحيح و لو سمحت يا رواح لا تتحصب تتوقع على كورف دوتي شبه توقعون أنها بتتفوق على ديسيني ايه ما طلعت تقييماتها لسه تقييمي أنا ما تتفوق طلعت تقييماتها أصلا اه ما كم أصلا ديسيني 2 في المتاكرتك في 85 80 ما يفرق اللعبة ممتازة صراحة ما أدري ما والله بس ما أتوقع أنا ما أتوقع شخصيا إذا فيها كونتنتي خليني أرجع للجام زي ديسيني والله شف صعب أنك تتنبأ على تقيم على التقيم ما تقتل تتنبأ ايه تقيم ممكن تتطلع أعلى ممكن ماجد الخرعان يقول دام شفنا ذي الفترة العاب على نظام العاب السولز بدت تكثر مثل نيو و و السورج و الساسن سكريد توقعون نشوف ألعاب أكثر بمثل هذا النظام و طحية طحية لأيلاك حبيب ألبي ايه توقع نشوف ألعاب أكثر بالنظام حتى يعني في لاب زي سالتن سانكشواري زي دا مختلفة بس فيها هولو نايت و 2D قصت أنه نظام الكمبات بالذات يعني أكثر شيء خاصة للعاب اللي ذكرها هو لا لا مش الكمبات نيو و السورج نيو و السورج تقريبا نفس الكمبات لا يعني الكمبات السورج ما أعتبرها زي سولز أبدا يشابه كبير منه نيو لا نيو في نفس التصنيف بس لو تركي قال السورج مرة ما أعتبرها يعني كانت نكتة كانت نكتة إيه بس عشان أخبط دبي ما هي أبدا بس مشكلة دبي تلا أخبط فلازم أنا أريد أن أتكلم عن السؤالي أعيان بالنسبة لي أكثر لعبة سولز أو سولز لايك خنقول متحمس لها هي كوتبين شكلها مرة رهيبة حقيق جد يدخل أولك أنميشن شوي كده و في الماك كمباني و بدي أعرفوا شو وضع الكمباني مرة تحمس لها بس أنا خايف أنه في النهاية جيني خيبة أمل في تصميم المراحل والعالم ما تقدر تفق في الأمور طبعا طبعا بس شفنا ما شفت البيتة لا أنا شفت ناس يلعبون البيتة سولز فيها من تصميم سولز اللي الأنميز عارفين وين يحطونهم أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحب فيهم ديوم الصحر متحمس لها هي صراحة جميل طيب ما داعوا يقول 2017 عام مليء بالألعاب الرائعة 2017 ايه 2017 يعني انت كدستة عشر 2017 عام مليء بالألعاب الرائعة برأيكم ما هي أهم ألعاب هذه السنة فرص أيضا ماريو ديوم حني نفس الليست اساس أنس كريد حرائزن زرو دين لا تقوم متوقف على ثلاثة هذه المشكلة ريزين تيفل سبن ريزين تيفل سبن ريزين تيفل سبن إيو شهر ما الشهر صحيح ريزين تيفل السبن ديستيني 2 ديستيني 2 ماريو ديستيني 2 ديستيني 2 نكتر نوع من غيرهم في المصادر أو هرايزن زين دون أيها روح كما يقول هرايزين أحسن بشوى أخذ هرايزن أدخل هرايزن ماذا تقول هراِيزن؟ أحسن بشوى مينزي لا ممكن تكون منصف انه احسن بشوي لانه هي فعلا احسن بشوي لكن انت ميل اكثر مثلا سلسلة اساسس كريد مثلا اه فهم بستك انا مالعبت هرائزن لسه فما تقدر تحكم طيب في جنكينز جنكينز ليراي جنكينز ليراي جنكينز مين هذة ليراي جنكينز ليراي جنكينز ليراي جنكينز هذه مماركة ورد ووركرافت اطلال مين هذة مين هذة مين الدرعمة مين الدرعمة يوجد درعمة حركة ورد ووركرافت يقول في ماريو هل مستاركرافت تخمون العالم لا وولدفور برافتول تخمون العالم ولا تجمعون المطلوب وتكملون أنا أجمع 90% على الأقل زاد الأسبوع اللي فات شيكت وكل يوم في لعبة في ستور سويتش نعم سلفت كل يوم حققت كل يوم حققت سلفت البودكاست بات أنت وحمد أي كان في عبض في الحلقة اللي راحت وفي عبض في الحلقة هذي كمان انت ورمين وعليك ما شاء الله سوف طيب نحن بلا ناخذ برايك بالنسبة بالنسبة لماريو هل تجمعون كل شيء في العالم ولا تجمعون المطلوب وتكملون على حسب أحاول أني أنا رايحة وقاعد تجمع كل شيء مثل كذا زهكت خلاص خلني خلص خلني يمشي خلص نعم نفسي يمكن أول عالمين كنت قاعد تجمع كل شيء بعدين قلت بخلص كمان أي خلاص أي أي أنه تختلف أعتقد من واحد لواحد أنا بالنسبة لي أليما أحس أنه المرحلة خلاص لازم أطلع منها لأنه فعلا فيه أوقات معينة أنك ترى ما تقدر تكمل أكثر أنا عارف أنك تشفت أحمد مثلا طلع أماكن من هنا ما طلعت لي فأروح أكمل زيادة ومراحل ثانية بدأ أرجع أفطرني أفطرني أفطر تغش لا والله مو غش غش مو مو غش طيب عزوز قيك يقول مرشحين لألعاب السنة زلدة أو أوديسي بالنسبة لي بس مع زلدة تطورت وقدمت أكثر من ماريو لك ماريو أمتع وأجمل خصوص للمكسيك شو رايكم مكسيكونات صحراء صحراء أول مرة أشوف مرحلة صحراء كانت حلوة مرحلة صحراء إنها صغيرة والصحراء مهيب صحراء كده مهيب مرحلة فاضية بعد حمراء وفيها ثلج فيها جاكسي فيها جاكسي برضه الزهرة حتى زلدة ممتعة بس أقدر فهمت قصر طب الصحراء حق زلدة حق زلدة فيها السيل فيها السيل نعم مرحلة صحراء حق زلدة أحسن مرحلة كان فيه مكان فيه سانستوم مرحلة يا حبيبي المكان هذك تستكشفوا أصمع بس والثلاثة الكبارة هذريك اللي تكتلهم اللي يدخلوا جوه الأرض شاسموك الوحش الكبير ذاك ايه ما في سؤال هنا بس هو يعني قال رأيه حموما شكرا سلاش 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 واحدة من السلاشة هات رأيه يا أخي ايه بالضبط طب براك زعلان ماني زعلان طيب طيب كاييتو صديقي عزول كاييتو يقول هل تنصحون أشتري نتندو سويتش وهل لو شرايته عشان لعبة ماري أولسي الحالة هيستهل أو لا إذا بس كتشتري لعبة واحدة اشتري زادة لا أخو سألك لو شرايته اللعبة ماري أستهل أو لا تحديدا يستهل لعبت ساعة ساعتين ما أقدر كل شيء نظام باتماني أكثر من أساسن سكريت بس عموما تقييماتهم كلهم من الثنتين قريب من بعض طيب ذا بس تقول ما تسوون سحب ثاني على السويتش والله ودنا لكن تعرف الموضوع ما هو ب يعني بيدنا لكن إن شاء الله تجي فرص ثاني نسوي سحبات على حدته مو بس على السويتش نسوي على أجسد ثاني إن شاء الله محمد يقول الحين وش تشوفون أفضل من ألعاب السورفايفول الحين مثل فورتنايت و بلايغراوند و أارك بلايغراوند و أارك أنا لعابة فورتنايت ولعابة بوب جي بوب جي بالنسبة لي أحلى أكي أارك ما هي بزيهم أارك تنزل وعند في دانسارات وتجمع ريسورسز ما هي اللي تنزل اكتل واطلع مشكلة أارك إن لو تشوف التريل الأرحقها تتحمس بلايغرافكس شوف كيلا الناس يروحون فيلج وماذا كيف تلعبها وين الفلج؟ أنا المخرض هو الفلج لازم أعزم ناس أو أدخل سرر زي عالم والناس عساسا نسوي شيء يبين لها كميناتي أنا شوف بوب جي هيا نسب واحدة يعني اللي أدخل ألعب جيم واطلع خلاص عادي يعني مناسا خالد وريد يقول السلام عليكم وأنا ألعب لعبة الساسنس كريد أوريجينز في الأرينة البطل ذكرني شوي ببطل فيلم غلادياتر وبطل لعبة رايز سؤالي في أحد صار له زي كذا هو الأرينة يذكرك بغلادياتر أصلا أكثر شيء ذكرته سبارتيكس في المسلسل سبارتيكس في المنطقة ذي زيزو يقول هل تشوفون الجيل الحالي يعطى كل ما عنده لازم يطلع جيل جديد أو لسه بدري ومتى تتوقعون راح يصير الجيل الجديد من أجزة الكونسل لا لسه بدري مدامنا أشياء كيف بالهل بداع هذا ولسه الحين يعني بنزلون اكس و شونكس و بلايستيشن برو ويعني وبرضو في قدراتها قوة من قاعدين نشوفها لحين فلسه الجيل المتاز صحيح صحيح يقدر إيشتها راهوان الفاضل ذو الأذان الفخمة يقول أبشركم باوزر عزمني العرس بسمحتار إذا أحضر زواجه وما ودي أزعله بصراحة وبرضو ما ودي أزعل ماريو أشيخ ترح أسوي بخصوص هذه الحالة روح تلبية العزيمة لازم دعوة مهمة أنا شخص ما يحب المناسبة فأجرس في البيت خالد وليد يقول لعبة ماريو أدسي بالنسبة لي تأخذ القوطي وانت مغمض نشوف نشوف نواف الناصر يقول السلام عليكم جميع عليكم السلام أولا متى بتنزل أسعار السويتش في السعودية ثانيا مو كنا بونجي مقلبتنا في دستيني 2 الأسعار متوقع أنها تنزل لأنه في ردة فعل من الوكيل الرسمي حتى في تويتات اللي تصير من حسابهم الرسمي نشوف أنه يعني إن شاء الله خير إن شاء الله بنتعامل نشوف شي لسار إن شاء الله فنتفائل أنه نقول إن شاء الله بتنزل بونجي مقلبتنا في دستيني 2 لا بالعكس إلا بالعكس بيضوا الوجه صراحة أني يعني نشوفوا بس كل صراحة الحين ما في شي قاني ينسوي خلصت دستيني 2 نعم نعم يعني أنا ما خلصت بقيل الباس بس أخر شي الباس هوا نفسه أذبحة أنا ما خلصت الريد أنا ما خلصت أقولك بس بقيل الباس هذا أوه أوكي خلصت الريد ما لعبت ترايز اوف دناين بس برضو لسه يعني ما في شي قاني طيب المايل ستونز اللي تنزل لك الأشياء الأسبوعية هذي مثلا عندك الترايز الأسبوعية هذي مثلا عندك عندي كاركتر ثلاثمية خمسة واثنين ثلاثمية أربعة أو شو سوي اي خلاص اوكي نعم تاه الموضوع طيب حسن يقول سلام شباب ثاني تعليق لعيونكم ولعيون الراشد بالتحديد أعطوني لعبتين 3DS لازم ألعبها دام عندي الجهاز وش نوعكم مفضل في الألعاب لعبتين مفضلة في 3DS لعينة زلدا بتوني وولد وفارق ابلي مويكننغ همممم أوكي و ماريو و 3DS وولد 3DS لاند وطيب قللي لعبتين ما قللي لعبتين وطيب لعبتين لعبتين حلوية انت قللي لعبتين مره حلوية انت قللي سوبر ماريو طيب سوبر ماريو 3DS لاند كانت مره حلوة الكفتوين وولدو هذي أحلى لعبة على الثريدي اس أنا لعبت لعبة على الثريدي اس هناك سوبر ماريو براثرز 2 وغروش هناك بوكس بوي بوكس بوي فيه بوكيمان في حق جوكي برضو خلي حق احمد اتذكرت احمد او زلداء ورنة الوقت مجاليو ماجوريز ماسك طيب سي فور اي يقول السلام عليكم او بغراء سألكم عن رأيكم بشكل عام عن أبيسود جيمز او لابس هادك في قصة ماذا أفضل لابي عند كل واحد منكم من هذا النار تيلسونون بوردناتس ايه أريد أن أجرب ولفا مانقس ولفا مانقس قبل لا بس حاليا تيلسون بوردناتس حتى لو أنت ما لعبت بوردناتس لعبت الحلقة الأولى وعجبتني مرة سيكون هناك أتوار أنا أتوقع أن أتوقع مرحل الشيخ أتوقع مرحل الشيخ فابلز حسنا نحن أتوقع مرحل الشيخ أبسود 2 مرحل مرحل حسنا حسنا نحن مرحل الشيخ وبعدين جبت أكس بوكس وين وما كانت عندي على أكس بوكس وين شكراً بس حتى لو أنت ما تعرف بوردرلاند ولا تعرف قصة بوردرلاند تلعب بوردرلاند ستتخش فيها تلعبها على طول ومرة مضحكة موجودة عندي وابغل عبهم زي ما لعبتها كيف ما لعبتها أحمد؟ ما لعبتها بسد وان وصحبت عليها طيب لورنس أحمد هذي أخر مشارك عندين يقول وش أفضل لعبة في هذي الشهر من غير ماريو أودسي طبعاً شهر أكتوبر يعني؟ ساث بارغ ما يحتاج؟ في أساسين سكريد في شاد أو فور في أولفنستاين ساث بارغ في ألعاب كثيرة يا أخي في ألعاب مرة كثيرة ساث بارغ فورقوتي يا أبو طيب حذا اللي كان عندنا الحلقة هذي إن شاء الله تكونوا استمتاتوا معنا زي ما إحنا استمتانا مع شوية اللكاعة والسكعاب العباط كان مفروض ألبس شورت عشان نكمل الكاس بلاي حق الدبي لا طيب لا تنسوا بس تتابعوا أول شي الكورة معنا بودكاست جميل جداً يهتم في كورة القدم المحلية والأوروبية وكذلك تابعوا جميل على البثثات اللي سويها كل فترة فترة في قناته على تويتش جيمي مارو وكذلك في بودكاست جميل جداً يهتم بالكوميكس اسمه The Comic Pod في تركي موجود فيه موجود أنا فيه الحمد الله نعم موجود أشغاليني أسبوعياً نطلعون حلقاتك فقعدين نشطح ونسوي اللي بكيف نطلع عموماً أنتو تكلمون عن إيش يعني بس كوميكس كوميكس وأفلام مسلسلات اللي داخل في الكوميكس وفيديو جيمز برضو اللي داخل في الكوميكس ممتاز أشياء لو ضخل فيه يعني أكثر من اللغة أم لغة واحدة؟ عربي إنجليزي وプلس 18 يعم لأنهم حضرين راحتكم مرة اكبرامنتل مرة كل ذلك شخصياتكم الحقيقية طالع فيه؟ تقريباً أكثر من شخصيات اللي أنا بكون ضيف بعد 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 ما ينزل Justice League أووو يعني أنت بتتطلع على شخصيتك الحقيقية ولا بتحافظ على الأداب العامة أنا كده شخصيتك الحقيقية يقولك بلس 18 أنا كده شخصيتك الحقيقية وشو أنا شخص تاني يعني أنا مرحة مرة أنا ماذا تقول تلعب معه دستيني تحسنك حثالة تحسنك حثالة طيب هذا اللي كان عندنا الحلقة هذي إن شاء الله سمتعتم معنا نشوفكم بإذن الله الحلقة القادمة فماللامة سلامة باي باي شخصيتم